السلام عليكم سعد الله يومكم وكل أوقاتكم يا رب اليوم بإذن الله سأسوي معكم بديلة الماجي أو بودرة الماجي يعني البديلة الصحي عن مكعبات الماجي أنا صراحة كنت قبل فترة أشتريها يعني من واحدة ثقة تسوي بهارات بس لما عرفت مكوناتها صرت أسويها يعني وحلوة في البيت في إيش نستخدمها نستخدمها في أي طبخة زي لما تستخدم مكعب الماجي نفس الطريقة تماما هذه اللي قدامكم هي المكونات هتستخدم فيها المعيار اللي هو فنجان القهوة الورق هذا شايفينه عندي هنا المكونات فنجان كركم فنجان بودرة الكاري وفنجان كمون فنجان كزبرة وفنجان بابريكا هكتب لكم المكونات تطوير الوصف والملح نصف الفنجان اللي هو يعادل الملعقة هذي القزاز شايفينها يعادل ملعقتين منها يجي نصف الفنجان وعندي من الملاعق هذه هذا الملح وعندي من الملاعق ملعقة هيل وملعقة فلفل أسود طيب وحستخدم كمان سكر إذا تبغي ملعقة ملعقتين ملح ملعقة سكر بس أنا ما حبيت أن أستخدم السكر العادي حستخدم بكتين من سكر ستيفيا وزي ما انتوا شايفين عندي البصل المجفف والثوم المجفف حأطحنهم وبرضو حأخذ من كل واحد فنجان طبعاً أنا عندي الكمون والكزبرة أنا طحنتهم في البيت تحبي تجيبي جاهز براحتك بس أنا زي قد شفته قبل كذا يعني في فيديو البهارات نظفته وغسلته ونشفته وحمصته وطحنت منه مقدار فنجان لوصفة اليوم الآن حأخلط شايفين هنا طحنت بودرة البصل وبودرة الثوم بالنسبة لبودرة البصل والثوم أنا أفضل إنك تجيبيها مجففة وتطحنيها لأنه والله من جد اللي يدينا أخذها من برا مخلوط معاها دقيق كيف عرفت هذا الشيء؟ لأني لما أضيفه على أي طبخة الطبخة تثقل معايا زي كأنك ضايفة نشا أو لما تضيفي دقيق كيف تثقل الصوص حق الطبخة أو صوص الإدام اللي أنت مسويها فمن جد من هذا الشيء اكتشفت إنه ينضاف له دقيق بودرة البصل والثوم فالأفضل إنه تجيبيها زي كذا مجففة وإنتي تطحني الكمية اللي تبغيها حطي في علبة والباقي رجعي في الفريز عشان ما يسوز وأي بهارات تطحنيها لازم تضيفي لها ملح كما تدح أفضة هنا زي ما أنتم شايفين ضفت كل المكونات وحخلطها الآن مع بعض أنا ضايفة زي ما شفتوا هنا ضفت السكر أنا ضايفة ملعقتين مليانة ملح فلما تضيفي أو تستخدمي بودرة الماجي هذه مع الأكل تراعي هذا الشيء أنك ما تكثري للوصفة ملح خلاص أقلب المكونات كلها أثناء ما أنا أقلب نسيت أني أقول لكم تضيفي نصف ملعقة ملح ليمون إذا تحبي ما تحبي استغني عنه بس يعطي مزازة كذا للطبخة حموضة بسيطة يعني مو كثيل لأنه نصف ملعقة للكمية اللي موجودة قلبي بصفة جيدة وزي كذا حاولي أنه شوفي لا بد يكون فيه كلاكيع في البهارات لما تنخلط مع بعض بظهر الملعقة حاولي تفككي الكلاكيع هذه أو الدوائر كذا خلاص عبيت في علبة أخذت حاجتي والباقي رفعته في الثلاجة أو في الفريزة أنا عموما في الفريزة أرفعه كل ما خلص اللي عندي في الدولاب أجيب كمية ثانية أتمنى تجربوه ويعجبكم وعلينا وعليكم بألف عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر